مرحبا بكم أنا جرير دبابني أستضيفكم في الحرة الليلة والبداية من لبنان حيث تم تعيين شرب الوهبة وزيرا للخارجية اللبناني خلفا لنصيف حتي والذي استقال من الحكومة بسبب ما وصفه تعذر أداء مهامه محذرا في الوقت ذاته من تحول البلاد إلى دولة فاشلة يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود تترافق مع شحن في الصيولة وتدهور حاد في قيمة العملة الوطنية في ظل غياب لبوادر التوصل لحلو العاجلة هذا الوزير الخارجية اللبناني نصيف حتي مكتبه في وزارة الخارجية ملتزما بصمته بعدما قدم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية مشيل عون بسبب ما سماه وجود أرباب ومصالح متناقضة في إشارة إلى التدخلات المتعددة الأطراف استقالة حتي لم تمضي عليها ساعات حتى صدر مرسوم تعيين السفير السابق شرب الوهبة من القصر الجمهوري عين السيد شرب الوهبة وزيرا للخارجية والمغتربين شكلت التشكيلات الدبلوماسية إحدى أبرز أسباب الاستقالة والخلافات بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر في تعيين سفير لبنانيا في واشنطن الأمر الذي نفاه التيار الوطني الحر تشكيلات دبلوماسية مصار بيأخذ وقته بيمرق بأصول يقترح إلى الوزير الوزير يدرسه بيقترحه على مجلس وزراء ومرسوم بيموجب الأنون والنظام الوزارة كيف المسائل بتصير وبالتالي عملية مستمرة مصدر دبلوماسي قال للحرة أن الوزير حتي تعرض لضغوط مريست عليه من قبل حزب الله بعد موقف السفارة الأمريكية الأخير وأن وفد حزب الله الذي زار الوزير حتي طالب باستدعاء السفيرة شيئا وترحيلها الأمر الذي رفضه وزير الخارجية معتبرا أن السفيرة الأمريكية لم تتجاوز الأصول الدبلوماسية وزير حتي بما يملك من خبرة دكنوماسية أدرك بأن الخيارات السياسية والدكنوماسية أمام هذه الحكومة هي خيارات مقفلة بالكامل وأن حالة العزة العربية والدولية التي تعيشها لبنان هي غير مسبوقة وهي تؤشر إلى أن لبنان القديم الذي نعرفه ما لم يتم تدرك هذا الأمر وتغيير الوضع السياسي القائم والخطاب السياسي القائم هو لبنان في طور الانتهاء والانهيار لم تكن تداعيات زيارة وزير الخارجية الفرنسي وما تبعها من مواقف لرئيس الحكومة حسان دياب اعتبر فيها أن زيارة الموفد الفرنسي لم تحمل جديدا بعيدا عن أسباب الاستقالة خاصة أن الوزير حتي يتمتع بعلاقات دولية متينة لسيما مع الفرنسيين يبدو أن استقالة الوزير حتي السبب الأساسي والمعلن والخفي هي الاختلاف بينه وبين رئيس الحكومة على عدد من الملفات من أداء الحكومة من أداء الحكومة مجتمعة ويعز مراقبون عجز الوزير نصيف حتي من كسر الحصار المفروض على حكومة حسان دياب نتيجة عوامل عدة أبرزها سيطرة حزب الله على قرار هذه الحكومة استقالة وزير الخارجية اللبناني نصيف حتي تؤكد وحسب مراقبين أن الحكومة اللبنانية لم تكن يوما حكومة تكنقراط بل إنها خاضعة لقرارات وتوجهات الجهات السياسية والحزبية التي أتت بها سحر أرنقوت الحرة بيروت نطرح تساؤلات اليوم على الضيوف من بيروت مع مالك أبي نادر القياد في التيار الوطني الحر وأصالح حديفة مفوضة الإعلام بالحزب التقدمي الاشتراكي مرحبا بكم شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أستاذ مالك هذه المرة شاهد شاهد من أهلها ليست المعارضة ليس أي شخص آخر إلى أي مدى حتي هو أول أزرار المسبحة أو السبحة مساء الخير مساء النور أولا نعتقد أن أحد أهم مراكز القرار التي يحصل عليها ضغوطات داخلية وخارجية في هذه الحكومة هي وزارة الخارجية تبعا للملفات الكبيرة التي ستدهمها بدءا من موضوع مفاوضات من صندوق النقد الدولي بترميم العلاقات مع المحيط العربي والدولي إلى موضوع النازحين السوريين إلى موضوع مؤخرا المحكمة الدولية أعتقد أن الوزير حتي رجل عرفة من الدبلوماسية الهادئة التي طبعت عمله في جامعة الدول العربية وفي العواصم الأخرى ويبدو أن الوضع في لبنان لا يستسيخ حاليا دبلوماسية هادئة كما رأينا هناك تطورات هناك مشاورات جدية وسريعة الوضع الاقتصادي والوضع السياسي متدهور يتطلب قفزات ويتطلب عمل ذلك يبدو أن الوزير حتي وجد أنه لا يستطيع أن يسير بهذا الحق للألغام بالنمط أو الأسلوب الهادئ الذي يتمتع به فكان هذا قراره هناك الكثير من الإشكاليات وهنا السؤال إذا كان هناك إشكاليات هل مطلوب من الوزير أن يأتي ليعمل فقط في ظروف عادية وفي ظروف طبيعية؟ كلا الوزير حتي أتى وهو يعلم أن هناك إشكاليات كبيرة وأن هناك حكومة جديدة مستهدفة داخليا وأقليميا ودوليا كان عليها أن يعني فأنا أعتقد حاليا أن الاستقالة وقبولها سريعا وكأن الاسم البديل كان متفق عليه سابقا يبدو أن الموضوع محضر أو أن الوزير حتي قد راجع أو قد فاتح دولة رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية في هذا الموضوع سريعا ولكن الأكثر ترجيحا أن موضوع زيارة وزير خارجية الفرنسي كانت القشة التي قسمت زهر البعير في موضوع بقاء الوزير حتي في الحكومة ما الذي لفت انتباه حضرتك أستاذ صالح بهذه الاستقالة؟ هل هناك استغراب أو تثير الاستغراب سهولة التعيين؟ خفة في الانتقال سريعة؟ اليوم ما رأيك بما طرحه أستاذ مالك؟ يعني يبدو ببساطته بأن الوزير حتي كان بإمكانه قول ذلك يعني أنا ما أجابه أستاذ مالك كان بإمكانه أن يقوله كمبرر للاستقالة حتي ولكنه لم يفعل رسم صورة سودوية هل هي أيضا هذا الشق الثاني من السؤال هل هي سودوية إلى ذلك الحد التي رسمها حتي؟ طبعا سأبدأ من كلامك الأخير الوضع في لبنان للأسف هو وضع سودوي الأمور مقفلة لبنان يعيش عزلة والضيف الساز نادر أيضا تحدث عن هذا الوضع الصعب يعني لا يمكن لأحد أن يتغاضى عن ماذا ما بلغته الأمور من صعوبة ومن قيود مكبلة وتكبل أيضا معها كل الفريق الحاكم وكل اللبنانيين الذين يعيشون الأزمات المتراكمة ولكن أود الإشارة إلى ثلاثة نقاط أولا أن القول أن استقالة الوزير حتي هي لأنه لا مكان للديبلوماسية الهادئة في هذه المرحلة أو لأنه وجد أن الأمور في منتهى الصعوبة وهو ليس قادر على العمل في هذا الوضع مردود هذا الكلام على بيان الوزير حتي نفسه الذي قال في بيانه أنه أنا أتيت لأنني رأيت أن هذه الأمور صعبة وأنني كنت أفاضل ما بين الاستنكاف عن العمل وما بين البحث عن جنين الأمل الذي عندما دخل إلى الحكومة للأسف مات جنين الأمل الذي كان ينتظر ولادته ثم قال أيضا أنه بدل أن يعمل لدرب عمل واحد كان هناك أرباب عمل كثر وقال أنه لن يساوم على قناعاته قال أن هناك غياب لإرادة فاعلة للإصلاح تحدث عن ضرورة إعادة النظر بكل السياسات والممارسات وهو يتحدث من داخل الفريق الحكومي من داخل البيت الحكومي كان داخل هذه الحكومة ويعرف كيف كانت تدار الأمور وبالتالي الحديث عن أنه لا يريد أن يمارس مهام في هذه الظروف الصعبة بيانه هو نفسه ينقض هذا الكلام بالإضافة إلى النقطة الثانية وهي أن لم تترك الحكومة منفذا للأمل ليس فقط للوزير حتي لكل الشعب اللبناني إلا وأغفلته كان لدينا بعد فرنسا تحاول أن تمد يد العون إلى اللبنان وإلى اللبنانيين وما حصل بحق الوزير الخارجي الفرنسي كان كفيلا أيضا بإقفال المزيد من الأبواب علينا النقطة الثالثة وهي الأخطر إذا كان كل لبنان يدرك واللبنانيون باختلافهم في المعارضة وفي الموالات في الحكومة وفي خارج الحكومة يدركون أننا في أزمة كبيرة وبالتالي يجب أن نستفيد من كل الإمكانيات ومن كل الطاقات ومن كل القدرات الداخلية لفتح أفق ما في مكان ما لحل هذه الأزمات إذن لماذا استقال؟ يعني أعطني باختصار جملة الواضحة إذا تكرمت السارح استفراضية الغائية في أمام الأخرى لماذا استقال؟ وهذا صحيح وهذه الممارسات هذه الممارسات سيد الكريم هي التي أعتقد دفعت بالوزير حتى إلى الاستقالة وربما هناك آخرون نسمع في وسائل الإعلام وفي بعض المعلومات الصحفية عن وجود أيضا وزراء آخرين ينوون الاستقالة نتيجة واضح هذا النهج الذي تستقل الحكومة حتى الآن والذي لم يجد أي نفع في السياسة اللبنانية لست أكشف سرا هناك معلومات صحفية لا أتحدث عن معلومات خاصة ولكن تحدثت بعض المعلومات الصحفية عن وزراء آخرين سميت الوزير عبدالصامد ولكن طبعا هي المعنية بتوضيح هذا الأمر أو عدمه نحن نسأل حتى لمن لا يعرف حتى تكتمل المعلومة أستاذ مالك هل اكتملت أركان تسليم ملف الخارجية للأمن العام؟ هذا من الداخل اللبناني تتابع أنت الوضع اللبناني في الداخل وهذا ما يطرح الآن إلى أي مدى يدفعنا هذا إلى الاعتقاد بأن ما قاله الوزير حتي هو مشكوك فيه بأنه لم يتعرض إلى الضغط لا أقصد ضغط مباشر بأن شخصا ما طلب منه أو جهة ما طلبت منه الاستقالة لا هناك من يرمي إلى أن هناك حكومة ظل خفية في لبنان عن خليط ما بين المخابرات وحزب الله وأن من في المناصب الوزارية ينفذ تلك الأوامر اليوم وحتى اكتفى من لعب دور وزير الخارجية رأيت ذلك حضرتك أكيد خلال الأسبوع القليلة الماضية بالصحافة اللبنانية هل تتفق مع هذا أم لا؟ أولا سيد الكريم أنا لا أعتقد أن الوزير حتي قد تعرض لأي ضغطات أولا لأن الواقع حاليا الأزمة اللبنانية بجوانبها الخارجية خرجت من يد الحكومة منذ زمن بعيد أي أن الحكومات لا تؤثر بالإشكاليات أو بالمشكلات اللبنانية مع الدول الأجنبية لأن لكل طرف علاقاته الخارجة عن إطار الدولة اللبنانية هذا ولا أعتقد أن الوزير حتي يستطيع أن يقوم بأي ملف أن يساعد بأي ملف متفجر في الشرق حاليا الوزير حتي كان مطلوبا منه على ما أعتقد أن يقوم بترميم علاقات لبنان بالدول العربية تبعا لما له علاقات مع جامعة الدول العربية وأن يقوم أيضا بترميم علاقات لبنان بالمجتمع الدولي أتت زيارة وزير الخارجية الفرنسي وهنا أريد أن أفتح ملف صغير يقال أن الفرنسيين وضعوا كخطة بديلة في حال فشلت هذه الحكومة هي حكومة وفاق وطني لكي تستطيع النهوض بالبلد لأن يبدو أن هذه الحكومة إذا لم تستطع السير قدما البديل هو حكومة وفاق وطني يبدو أن رئيس الحكومة قد استشف أننا فرنسيين يعملون لحكومة وفاق وطني أي أنهم يسعون بطريقة أو بأخرى لإفشال هذه الحكومة ومن هنا كان موقفه المتشدد تجاه وزير الخارجي وهذا حقه أنا أعتقد فأنا لا أبرر أنا أحلل حاليا وهذا موقفي وتحليل الشخصي لا يتعلق بالطيار الوطن الحر هذا الكلام هو كلام تحليل شخصي من محلل سياسي لبنانيين وأقليميين أما موضوع أنه تعرض لضغطات من حزب الله أنا لا أعتقد أن حزب الله لا شيء يقف في وجهه إذا أراد أن يتعطى في ملف خارجي وأما الكلام عن أن حكومة لبنان تديرها المخابرات ماذا فعلت المخابرات؟ إذا كانت إيران والمخابرات وحزب الله يديرونها كان أقله استطاعت شركة إيرانية أن تفوز بعقد إعمار أو بأي عقد في لبنان إيران قدمت إلى لبنان أعلنت أنها تقدم إلى لبنان الكهرباء والسلاح والمساعدات وحتى شراء المحاصيل الزراعية ولبنان رفضت تعامل مع إيران إيران لديها موقف من كثير من الأمور الشرق أوسطية لبنان لا يجاريها فيها هناك توافق مع إيران هذا العهد يتوافق مع إيران على ملفين الملف الفلسطيني والملف السوري فقط لغير أنا لا أعتقد أن إيران حاليا لديها أو هي ترغب بالتأثير بالوضع لبناني لأنها إذا كانت تريد أن تؤثر في الوضع اللبناني يجب أن تتبنى الأزمة الاقتصادية في لبنان وهي لا تستطيع حاليا أن تتبنى الأزمة الاقتصادية في لبنان الصندوق النقد الدولي وعلى لسان السيد نصر الله كان موافق عليه لكي يتم التفاوض معه وإذن الحكومة اللبنانية وعهد اللبناني فتح التفاوض مع المجتمع الدولي هذا الأساس هل يعود فتح باب التفاوض مع المجتمع الدولي اليوم يا أستاذ صالح إذا سمحت عذرني أستاذ مالك لأنه عم بضيع الوقت على أستاذ صالح تفضل أستاذ صالح هذه نقطة مهمة نفس النقطة التي طرحناها في بداية في السؤال والرد على نقطة الأخيرة التي قالها أستاذ مالك وبسرعة إذا تكرمت بقي القليل من الوقت تحديدا حولك أي نقطة لأنه لم أسمع صوت النقطة الأخيرة التي طرحها أستاذ مالك قال بأن العهد هو من فتحه حزب الله هو من فتحه باب التفاوض مع الخارج هل هل ترى بأنه فتحه لإيجاد حل أم أنه لأنه كان الحل الوحيد كون ذكر أيضا أن إيران ليس هذه القدرة على تبني القضية هذه وحدة القضية الثانية أنه قضية ملف إدارة العلاقات الخارجية اللبنانية اليوم ولم يكن يوما من الأيام بيد وزير الخارجية أصلا هو كان بيد حكومة الظل في لبنان اليوم ومن هو في منصب وزير الخارجية أو من هو في الخطة الأمامي هو ينفذ الخطة الخلفية لحكومة الظل هذه لهذا الدقيق سأبدأ في موضوع صندوق النقد صحيح الكلام أن صندوق النقد كان الخيار الوحيد المتاح ولا يزال حتى الساعة للأسف الخيار الوحيد المتاح رغم ضآلت الاحتمالات التي لا تزال ممكن أن نفاذ من خلالها للوصول إلى مساعدات ما من خلال صندوق النقد الدولي للبنان توقف بالحد الأدنى الذهاب السريع نحو الانهيار والانفجار الاجتماعي والاقتصادي الشامل وبالتالي أعتقد كان الجميع بصرف النظر عن موقفه من صندوق النقد ومن فكرة التفاوض مع صندوق النقد كانوا جميعا مكرهين بالذهاب إلى هذا الخيار الوحيد وبالتالي لا ميزة ولا تفاضل في هذا الأمر لم يكن لدينا إلا هذا الباب ذهبنا إليه ولا نزال حتى ساعة نتخابط معه هناك تضارف الأرقام ولا نعرف على أي أرقام نتفاوض معه وحتى الساعة صحيح في النقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع في موضوع وزارة الخارجية والدور الذي يؤديه وزير الخارجية أنا سأسلم جدلا مع صديقنا الأستاذ نادر حول أن وزير الخارجية لم يكن هو في يوم من الأيام الذي يدير السياسة الخارجية للبنان بل كان هناك ما وصفه بحكومة الظل هي التي تقرر هذه السياسة أسأله هل هذا الأمر ينطبق نفسه عندما كان الوزير جبران بسيل وزيرا للخارجية هل يقول أن الوزير جبران بسيل كان أيضا هو واجهة لحكومة الظل هذه لا أدري إذا كان هو يقبل هذا الكلام أنا بكل الأحوال ما يجب أن يفعله وزير الخارجية هو أن يكون فعلا واجهة للبنان الرسمي بصرف النظر إذا كان هناك أراء مختلفة داخل هذا البلد ولكن القرار الرسمي الدبلوماسي في العلاقات الخارجية يجب أن يؤديه وأن يوصله وأن يكون عبر وزير الخارجية النقطة الثالثة فيما يتعلق بدور لأن الوقت يدركني يستاذ صالح ما علي سامحني هل تعتقد أننا اليوم بالحوار أجلنا كثيرا الحديث عن دوران بسيل لا يتعلق الموضوع بشخص الموضوع يتعلق بسياسة عامة يتحمل كل فريق سياسي في هذا البلد ونحن عندما كنا أيضا في الحكومة نحن علينا مسؤولية الموضوع ليس موضوع صحيح الموضوع في هذه الحكومة بالذات من هم أصحاب القرار في هذه الحكومة ومعرفون الأفريقاء الموجودون المؤثرون فعلا في هذا العهد وفي هذه الحكومة وبالتالي الآن المسؤولية ملقاة عليهم بنسبة كبيرة بل بنسبة أساسية ومن هنا القول أن هذه الحكومة عندما يتحدث عنها البعض بأنه على الوزير جبران بسيل أن يمارس دورا آخرا أو خيارات أخرى داخل الحكومة وليس من باب إلقاء المسؤوليات أو تقاذف التهم في نصف دقيقة إليس هذا هو الوقت الذهبي ليرفع الحزب التقدم الاشتراكي صوته أكثر لستم أنتم من من ولدوا من رحم الأحزان بنصف دقيقة صحيح للأسف الثورة تولد من رحم الأحزان وستبدأ تولد من رحم الأحزان ولكن أنا لهذا الشعب اللبناني أن يخرج فعلا من الأحزان أن يخرج إلى وطن نريده نحن والطيار الوطني الحر وكل الأحزاب والقوى السياسية ولكن الخروج إلى هذا الوطن يتطلب رفع الصوت ليس فقط على بعضنا البعض يتطلب رفع الصوت من أجل بعضنا البعض من أجل الخروج من هذه ما يسمى عنق الزجاجة الذي علقنا فيه من قعر الهاوية الذي بلغناه المطلوب إصلاحات جذرية تغيير السياسة المتبعة ولا يمكن أنه النهوذ بالبلد طالما الأمور والسياسات مستمرة بهذه الأسل نصف دقيقة هل أخطأنا عندما أجلنا الحديث عن دور جبران باسيلي إلى نهاية الحوار ولا كان يجب أن نبدأ به أولا أولا يا سيد الكريم هناك إشكالية حصلت في فهم ما قلته أنا أقول لا لا هو أعبد المناسبة هو لم يقل في قضية حكم هناك أطراف اللبنانيين يتخطون الدولة في سياساتهم أنا لم أقل أن هناك حكومة ظل تحكم أنا قلت هناك أكثرية الأطراف اللبنانيين يتخطون الدولة اللبنانية بنسج علاقات خارجية مع أطراف خارجية أما موضوع تأثير الوزير باسيل في هذا الموضوع الوزير باسيل عندما كان وزيرا خارجيا مارس السياسة اللبنانية لأن التياروة الحر قد يكون الفريق الوحيد الذي ليس لديه أي علاقات مع أي دولة خارجية لها عليه أو تمدها بالمساعدات أو أي شيء التياروة الحر هو الطرف اللبناني الوحيد الذي ليس لديه ارتباطات ولا يتمتع بحماية أي دولة ولذلك نرى أنه مستهدف من الجميع ولكن يبقى تأييد الشعب اللبناني هو له ومصدقيته أما موضوع العلاقات الخارجية في الدولة اللبنانية يجب أن تعود للدولة اللبنانية فقط وللحكومة اللبنانية التي تعين بناء على رغبة المجلس النيابي شكرا لك مالكة بنادر القيادة في طيار الوطني الحر شكرا لك صالح ضيفة مفوض لعلام الحزب التقدم الاشتراكي شكرا جزيلا لكم ضيفي من بيروت شكرا لكم